كشف رئيسه تركي رجب طيب أردوغان عن وجود نحو عشرين سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية أردوغان في تصريحات أدلى بها على متن طائرة خلال عودته من سوتي الروسية عقب لقائه نظيره فلاديمير بوتين ذكر أن الجانب الروسي طلب من تركيا التوسط لتصدير السلع من روسيا موشيرا إلى أن السلطات التركية المعنية تعكف على دراسة بعض المقترحات بهذا الخصوص سجلنا وجود نحو عشرين سفينة بانتظار دورها لشحن الحبوب من أوكرانيا الجانب الروسي طلب من تركيا التوسط لتصدير سلع من روسيا أيضا الوزارة التركية المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة تقوم بما يلزم في هذا الإطار تركيا مستعدة لاستضافة لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زينيسكي لإيجاد حل دبلوماسي أكدنا للرئيس الروسي أنه لن يكون هناك منتصر في الحرب ترجمة نانسي قنقر